فهذا البودكاست رح نبين أنه ربما كنا مخطئين في أصل أو معنى كلمة نوميديا المشهور أنه نوميديا جاء من نوماد يعني رحل وفي الحقيقة أنه لم أكن مقتنعا بهذا التفسير لأنه الشعب النوميدي الأمازيغي كان مستقرا خاصة في العصر الذي بدأ يؤرخ فيه اليونان تاريخ في وقت هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد كانت نوميديا موجودة إلى جانب قرطاجة وبالتالي فإن هيرودوت بدأ في تسمية ليبو ثم جاءت تسمية نوميديا وجاءت عدة تسمية أخرى مازيس وغيرها وبالتالي لماذا لم تطلق كلمة نوميديا في السابق قبل ذلك؟ ولماذا فرقوا ما بين ليبو والنوميديين؟ يعني في السابق كانت كلها ليبيا ثم أصبحت منطقة أسمها نوميديا والأخرى أسمها مور والأخرى أسمها قرطاجة والأخرى أسمها ليبو فكل يعني كل الشعوب المحيطة مستقرة غير نوميديين هم رحل هذا غير معقول وبالتالي بحثت في الأمر فوجدت بأن كلمة نوميديا هي في الأصل جاءة من نماضي وسوف أعرض لكم بعض الأدلة في كتاب فرنس إيريسر يقول بأن كلمة نوميديا هي من نوماد أو نوميداس ونو تعني شعب أو شعب وميداس هو شعب ميديا وشعب ميديا ذو تقول الأسطورة أنهم جواب من بلاد فارس يعني هم فارسيين قديما جدا هذا كتعريف أول وفي كتاب أنتكيتي أفريكان يقول كوم بأن نوميدي هي في الأصل كلمة إفريقية محلية بحتة لأنهم وجدوا أن هناك قبيلة كانت تعيش في برج مجانة في الجزائر اسمها نماضي وفي كتاب نوميديا لفتيحة فرحاني تقول صفحة 22 بأن نماضي أو شعب نماضي هم شعوب ما زالت تعيش لحد الآن في موريطانيا ما اسمهمش نوميد اسمهم نماضي أو نوماضي وفي هذا الكتاب لنوار دولافريك صفحة 42 تقول بأن الشعب نماضي هم قبيلة مورية معروفة بالصيد وفي هذا المصدر الألماني يقول بأن نوميدر هو جمع ما بين الشعب النماضي والشعب الرحل أو النوميدي الليبي أو الليبو وفي دراس المستهر هذه يقول صاحبها بأن شعب نماضي أو نماضي ما زال يسكن في موريطانيا لحد الآن في هذا المصدر الإسباني يقول بأن النماضيين هم شعب كان يسكن في برج مجانة في الجزائر وفي هذا المصدر بالإنجليزية يتحدث عن اللغة نماضية وفي كتاب في أصول بلاد البربر مصي نيسا بدايات التاريخ اللي هو أصلا مترجم يربط ما بين شعوب ميديا أو ميداس مع النوميد وبالتالي نستطيع القول لأن نو هو شعب ميداس أو ميديا أو ماد هما الشعوب القديمة جدا هنا في شمال إفريقيا وخاصة في الجزائر ثم تسموا نوميديا ثم تحرفت مع الوقت عند اليونانيين والرومانيين فروا من الاسم واعتقدوا بأنه نوماد أي شعوب الرحل وفي الحقيقة هو ما عنده معنى طوي جدا عكس المعنى الذي جئت به في هذا البودكاست ويبقى طبعا العلم لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته